اهلا بكم في المينة بيبدأ مع صارة اللي عايشة في وصمة عار هي في نظر الناس سمعتها سيئة وده لانها كانت على علاقة بظابط فرنسي وبعد ما سلمته نفسها سابها وسافر وعشان كده دايما منعزل عن نظرة الناس اللي كلها اهانة ده بقى تشارلز شاب يتيم ومن اسرة نبيلة ولها مكانتها وعنده عم غني جدا وتشارلز هو الوريس الوحيد ليه ولسه واصل مدينة لقييم بعد ما كان عايش في لندن وفي الحقيقة وجوده هنا مش عشان شغله بس ده كمان خد سام الخدم الشخص ليه وراح عشان يتقدم لأرنستينا بنت أغنى تاجر في المدينة أسرة تشارلز أصدقاء قدام لأسرة أرنستينا وأرنستينا بتحب تشارلز من زمان وكانت مستنية اللحظة دي وتشارلز عرض عليها الجواز وكان خايف انها متوافقش لكن أرنستينا فرحت جدا ان خلاص حلم عمرها تحقق ونرجع لصارة اللي شغالة خدمة في بيت واحد مسن لكن للأسف مات وده بيبلغها ان الأسرة هتبيع البيت وبكده صارة مش هتلاقي مكان تقعد فيه ولا حتى معها فلوس تساعدها انها هتلاقي مكان لكن بيصعب عليه صارة وبيقول لها ان الأم كاترين ممكن تشتغل عندها وطبعا صارة شكرته جدا ونرجع لتشارلز اللي راح لوالد أرنستينا وبيطلب منه انه يتجوز بنته وطبعا بيوافق مش عشان بنته بتحبه بس لأ طبعا عشان هيورس كل المال بتاعه عمه الغني وتاني يوم كان تشارلز ماشي مع خطبته اللي بتعيش أجمل أيام حياتها وهم ماشيين تشارلز بيشوف ست من بعيد واقفة على حفة البحر وعشان ما يعرفش عنها حاجة سأل خطبته عنها وقالت له ان دي صارة الناس كلها بتقول عليها عشقة الظابط الفرنسي وان سمعتها سيئة وتشارلز راح يحذرها من المكان الخطر اللي واقفة فيه واول ما صارة بصت نحيته انبهر من جمالها اللي عمره ما شاف زيه ولما رجع بيت خطبته كان بيفكر فيها وفضوله خلاه يسأل خطبته عنها وعن حكايتها بالزابط الفرنسي وهي قالت له انها كانت بتحبه وهجرها بعد ما سلمته نفسها ومن وقتها الناس بتقول عليها عاهرة الزابط الفرنسي وعايش على أمل انه يرجع وياخدها ويمحي العرع عنها ونرجع لصارة اللي رحت للسيدة كاترين اللي هتشتغل خادمة ليها ومن أول يوم بتتعامل معاملة سيئة جدا وبتشرط عليها انها ممنوع تخرج خالص من البيت وكمان ما تفكرش اطلاقا في الزابط الفرنسي وصارة قالت لها لو انت شايفيني مجرد عاهرة ممكن ترفض ان انا اشتغل عندك لكن كاترين قالت لها هتشتغل بس تلتزم بكل كلمة بقولها تاني يوم كانت شارلز بيبشر شغله في الحفريات وبيشوف صارة وهي في طريقها للبحر اللي ممنوعة من انها تروح نات وبسرعة بيروح عشان يتكلم معاها لكن اول ما وصل وشفته اترعبت جدا وتشارلز اعتذر وسبها ومشي وبعدها كان واقف مع المزارع ده في نفس الوقت اللي صارة معدية فيه ولما تشارلز سأله اذا كان يعرفها ولا لا قاله الناس كلها تعرف انها مجرد ساقطة فضول تشارلز انه يعرف حكايتها كان بيزيد يوم عن التاني وعشان كده قرر ان يمشي وراها ولما وصل لها قالت له انها عرفاه وترجته انه ما يقولش الحد انه شافها في المكان ده ورفضت انها تتكلم معاه لكن تشارلز كان مصر وقال لها انه يعرف كل حاجة عنها وكمان نصحها انها تسيب المدينة وتبدأ حياتها من جديد وسألها اذا كانت منتظرة رجوع الزابط الفرنسي وصارة قالت له انها عارفة ومتأكدة انه مش راجع وانه خلاص تجوز ولما رجعت اتوبخت جدا انها ما سمعتش الكلام وخرجت وتاني يوم كانت السيدة كاترين في زيارة البيت ارنستينا ومعاها صارة وصارة من غير ما حد ياخد بيه لسابت رسالة لتشارلز وتشارلز كان مرتبط من تصرفها ده ولما خرج برة تعصب عليها جدا وقال لها ازاي تعمل التصرف ده قدام خطيبتي وقال لها كمان انه كان غلطان انه حاول يهتم بمشكلتها وهي احتضرت له وقالت له انها محتاجة مساعدته وانها عايزة تحكيله عن كل اللي جواها وقالت له هنتزرك في نفس المكان اللي تقابلنا فيه ولما تشارلز قابل صديق ليه من نفس المدينة كان بيتكلم معا عن صارة وقال له انها تعرضت لأزمة كبيرة في حياتها وده سبب لها مرض نفسي ولو قدرت تحكي عن المأساة اللي تعرضت ليها يمكن ترجع ستة طبيعية زي اي حد وعشان كده تشجعت شارلز انه يقابلها وفعلا قابلها وحكيت له عن مأساتها مع الزابط الفرنسي وانها حبيته جدا لدرجة انها سلمت نفسها ليه وبعدها سابها وسافر وتجوز وبتقول له من وقتها الناس كلها شايفين مجرد ستة سمعتها سيئة كانت بتقول كده وهي بتبكي مشاعرة شارلز بدأت تزيد ناحيتها لكن وقتها تحكم في نفسه وقال لها احنا مش لازم نتقابل تاني وصار وهي راجع شافتها الست دي ودي صديقة الكاترين اللي صار شغال عندها وصار اول ما رجعت البيت السيدة كاترين طردتها وده طبعا عشان ما سمعتش كلامها وخرجت وصار ما كانش عندها مكان تقعد فيه عشان كده قعدت في نفس المكان اللي كانت بتقابل تشارلز فيه تشارلز اللي مازال صار اخد كل تفكيره بيتفاجأ برسالة منها وبتقوله ان كاترين طردتها وانها عايزة تشوفه الاخر مرة وعشان كده راح لصديقه ياخد نصحته وصديقه نصحه ان يبعد عنها لانه فهم من تشارلز انه تعلق بها جدا وبكده هيدمر علاقته مع ارنستينا خطبته لكن تشارلز ما سمعش كلامه وراح فعلا يقابل صاره ولقيها نيمة في عز البرد هنا بعد ما طردتها كاترين صعبت عليه جدا وحاول يغطيها لكن صار بتفوق وقال لها ما تخفيش انا جاي عشان اساعدك وصار شكرته جدا وفي الحقيقة بنعرف ان ده كان بدافع حبه لصاره في نفس اللحظة دي بنتفاجأ ان سام الخدم الشخص ليه ماشي مع حبيبته خدمة ارنستينا وبيشوفه تشارلز وهو على علاقة بصاره وبيرتبك جدا وبسرعة تشارلز بيروح لسام وبيقوله انه جاي عشان يساعدها وقال له ما تقولش على اي حاجة شفتها وسام اقسم له بانه مش هيقول على حاجة لهو ولا حبيبته بعدها بيحاول يظهر لصاره ان اللي حصل غلطة وبيعتذر لها وبيقول لها انها لازم تسافر لمدينة اسمها مدينة اكستر وان هناك هتقدر تبدأ حياة جديدة بعيدة عن نظرة الناس وكمان عطالها فلوس عشان تلاقي مكان تسكن فيه وعطالها عنوان المحامي بتاعه وقال لها لو محتاج اي فلوس اطلو بها منه وكمان تبلغه بعنوانها ولما قالت له هشوفك تاني هو رده وقال لها مش هينفع نتقابل تاني وبعدها راح لخطبته ارنستينا ولما لقى الخدمة اللي شافته وهو حضن سارة قال لها اتمنى ان يكون سامشا راح لك اللي حصل وكمان عطالها فلوس عشان ما تقولش الارنستينا عن حاجة ولما قابل ارنستينا قال لها انه لازم يسافر لندن عشان شغله وهي سألته عن سبب اختفاقه الكتير وهو رده وقال لها انهم مجرد 3 ايام وهيرجع وانروح لسارة اللي فعلا لقيت فندق تسكن فيه في نفس الوقت اللي المحامي بعت رسالة لتشارلز بعنوان سارة بعدها فكر يبعت رسالة لسارة بانه مش هينفع يكون فيه تواصل بينهم تاني لكن حبه ليه هخلي قطع الرسالة وبعدها بيقرر يرجع على مدينة لقيم لكن في الطريق بيقرر ينزل في مدينة ايكستر ودي المدينة اللي قاعدة فيها سارة وبسرعة راح لها الفندق اللي سكن فيه وصار اول ما شافته فرحت جدا بس خبت مشاعرها وده عشان هي شايفة نفسها مجرد ستة عاهرة وما ينفعش انها تفكر انها تحب تشارلز لكن ما تعرفش انه فعلا بيحبها جدا وصار قالت له هي بتبكي انها مش مصدقة انها شافته تاني وتشارلز بسرعة مسك ايديها وحضنها وبعدها حصلت علاقة بينهم وقالت له كمان ان حياة تغيرت من وقت معرفتك وهو كمان قالها انه بيحبها جدا بس في نفس الوقت كان ضميره بيقنبه عن خيانته لأرنستينا خطبته بس خلاص قرر انه يروح يفسق خطبته وبيقول لي صارة يوم واحد وهرجع لك عشان نعيش مع بعض وحضنها وقال لها بكرة هكون عندك وقبل ما يمشي قالت له انت عطتنا حياة جديدة وبعدها رجع لخطبته ارنستينا عشان يصرحها اللي كانت ملاحظة من اول ما دخل ان في حاجة غريبة ومسك ايديها وقال لها انا فكرت كتير وعشان كده بقولك ان مش جدير بحبك وان سبب ارتباط بيك هي صروت باباكي وقتها ارنستينا نهارت وفضلت تبكي وفضلت تترجي انه ما يبعدش عنها وهو في الاخر اعترف لها انه بيحب واحدة تانية بس رفض انه يقول على اسمها وارنستينا بعدها هددته بان باباها هيفضحه وهيدمر صمعته في لندن كلها ولما رجع لصارة الفندق الست دي قالت له انها رجبت القطر وسفرت على لندن وما سبتش اي عنوان ليها تشارلس كان زي المجنون ومش مصدق لدرجة انه طلعوا الاوضة اللي كانت قاعدة فيها وفعلا ما لقيهاش وبعدها رح للمحام بتاعه عشان يلاقي اي طريقة يوصل بها لعنوان صورة لكن للأسف كل محاولاتهم فشلت وبعد ما ارنستينا بلغت باباها تم استدعاية تشارلس في الهيئة القضائية وكان لازم يمضى على وثيقة اللي بتنص على انه سبب ضرر كبير لارنستينا ومكانتها في المجتمع وكمان اقام علاقة غير شرعية مع بنت اسمها صورة وانه اخلب ابنود عقد الخطوبة اللي كان موقع عليها وبكده يكون خسر مكانته كشخص من عائلة نبيلة في لندن ومش بس كده ده مضطر انه يوافق على اسعب بند وهو ان الخبر ده هينزل الجريدة ويتفضح في لندن كلها كان قدامه فرصة انه يتراجع عن قراره ويرتبت بارنستينا لكن حبه لصورة خلاه يوافق انه يمضى على الوثيقة وبعدها سافر لندن وفضل يدور عليها في كل مكان لكن للأسف ما كانش لقيلها اي اثر وبتعد تلات سنين بيكون خسر فيهم ابنستينا وحبها وكمان عمه تجوز بنته صغيرة وخلف طفل وبكده مش هيكون ليل احقية انه يورس عمه وكمان خسر مكانته كشخص من اسرة نبيلة وده كله عشان صار اللي في النهاية مش عارف عنها حاجة لكن بيتفاجأ برسالة من المحام بتاعه بانه عارف مكانها وبسرعة شارلز راح على العنوان اللي مكتوب والايه عايشة في البيت ده واخدته ودخلت قدتها وقال لها ان المحام هو اللي دلين على مكانك واتفاجأ لما صار قالت له ان هي اللي بلغت المحام بمكانها وتشارلز بكل غضب قال لها انا فسخت وخطبت عشانك وخسرت مكانتي الاجتماعية وكنت رجع عشان اتجوزك وفي النهاية سبتيني ومشيتي وسألها اذا كانت اتجوزت ولا لا لكن صار قالت له انها ما تجوزتش وان البيت ده كان ما لجأ ليها وانها بتدرس لاولاد اصحاب البيت وكمان مش منعينها انها تمارس هويتها واتشارلز صرخ وقال لها انت ليه سبتيني وصار قالت له بكل حزن انها كانت حاسة انها فردة نفسها عليه وان عشان بتحبه كانت خايفة انه يخسر مكانته الاجتماعية بانه على العلاقة بواحدة سمعتها سيئة وقالت له وجود في حياتك كان هيضمره عشان كده قررت انه ارحل وعمر في يوم منسيتك لكن ريتشارد كان متعصب وبيقول لها انها ما كانش المفروض تعمل كده بعد اللي عمله عشانها كان بيقول كده وعني كلها دموة وصارة بتأكد له انه حبها ليه هو اللي خليها تتصرف كده وانها عرفته بمكانها بعد ما عرفت من الجرائد انه انفصل عن خطبته وخسر مكانته بسببها وصارة قالت له لو بتحبينها تسمحني وبتوعده انها عمرها ما هتبعد عنه وريتشارد عشان بيحبها بيسمحها وبيرجعوا يكونوا مع بعض وهنا بينتهفل منه النهارده اكيد هيشرفني جدا اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملخص قادم سلام